اكد سعادة المهندس وائل بن ناصر لمبارك وزير شؤون البلديات والزراعة ان العنصر الشابابي في مملكة البحرين هم رأس المال الحقيقي لبناء المستقبل مشيرا الى ان عمليات التطوير هي نتاج تراكم معرفي والتجارب تنتقل من جيلا الى اخر جاء ذلك لدى لقاء سعادة منتصبية البرنامج القيادي الوطني هاي بويوث بدفعته الخامسة الذي ينظمه معهد الادارة العامة بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب ومؤسسة انجاز البحرين هذا وعرب سعادة وزير شؤون البلديات وزرعة عن اعتزازه بالطاقات الشبابية البحرينية التي تشتغل في شتى الميادين وفي جميع القطاعات مشددا على كونهم ركيزة اساسية للارتقاء بكافة القطاعات الحيوية بما يرفع من جودة الخدمات المقدمة ويحقق تطلعات المواطنين من جانبها اوضحت سعادة الدكتورة الشيخة رانا بنت عيسى بنت دعيجة الخليفة المدير العام لمعهد الادارة العامة ان حرص المعهد على تنظيم برنامج هاي بويوث بشراكة استراتيجية ومعرفية منذ انطلاقه على مدى خمس دفعات متتالية يأتي من منطلق المسئولية المجتمعية في تمكين الشباب البحريني وثمنت سعادتها حرص سعادة المهندس وائل بن ناصر المبارك على نقل الخبرات الى الشباب الذي سيقود المرحلة المقبلة من مسيرة البناء والتطوير في مملكة البحرين لقاءنا اليوم معهم كان في اطار نقل المعرفة وتبادل وايضا الاستماع الى اراء الشباب البحريني والتحاور معهم كان اللقاء في عدة مجالات في مجالات الابتكار ودعم الشباب واعطاء الشباب مساحة في التطوير والقيادة وايضا استمعنا منهم الى مقترحاتهم ووجدنا لدى الشباب كعادتنا ومعهدنا من الشباب البحريني رغبتهم في المشاركة والعمل والتطوع والمساهمة وكافية حفات قنوات للتواصل بينهم وبينوزا وجزارة شؤون البديات والزراعة